مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله حبايبي الكل بخير حبايبي اليوم الوصفة يا طبعتي كمان كتير حلومة ان شاء الله تناد رضة جميع وصفة ما بدها اي تعقيدات وصفة كتير سهلة تقدر تستعملها البشرة الجافة البشرة الدهنية البشرة المختلطة بس كل واحدة لها مميزاتها طبعا انتو زي ما شايفين انا حاطة قدامي الزيت الزيتون وانا ما حابة اعمل اي دعاية لأي شركة يعني شفت شايفين هيك حاطتها اصلا انا بحب تبعة العرب لانها تكون معصورة مية بالمية الوصفة تبعتي كتير سهلة وان شاء الله اتنال رضة جميع هي من زيت الزيتون وكيف تقدر البشرة تستعملها اذا كانت البشرة الدهنية واذا كانت البشرة الجافة وكيف تقدر تستعملها البشرة المختلطة البشرة الدهنية حبايبي هي الصراحة كتير فيها تعقيدات يعني لأمها بشرتها دهنية متعرضة للبكتيريا متعرضة للحبوب متعرضة للمسانات الواسعة طيب احنا كيف نقدر نتغلب على كل هذا حبايبي دائما اعتمدوا على الليمون طبعا الليمون فضيع جدا للبشرة ما تقدرين من الليمون تقدرين تستعملين شو نقول البرتقال البرتقال كمان كتير كويس الليمون والبرتقال فيتامين سي كتير حلو للبشرة او الكرامنتينة طيب كمان كتير كويسة للبشرة طيب احاول اوردي كويانة عشان ما بلوس الوين شو هي الكرامنتينة اللي هي هذي طيب كمان كتير حلوة للبشرة لو اخدتها هيك ومسحتها على بشرتك هيك بتقلص المسامات كتير حلوة البشرتك كتير مليحة حبايبي حتى للبشرة الجافة للبشرة الدهنية للبشرة المختلطة بس حبايبي كل وحدة شون نقول تقلل النسبة يعني كيف تقلل النسبة مثلا البشرة الدهنية بتحتاج فرضا يعني لتحتاج نصف ليمونة البشرة الجافة مرح تحتاج نصف ليمونة رح تحتاج يعني ربع الليمونة زين وإحتمال، يعني الإحتمال تكون أقل يعني كل واحدة حسب البشرة المحتلطة تقدر تكسر الليمون بالماء تقدر تسرين الليمون بالمي يعني ملعقة ليمون ملعقة مي او ملعقتين مي لحد ما توصلين الدرجة بان انت تقدرين تحطيه على بشرتك البشرة الحساسة نفس الاشي انت تقدرين تسوين تست البشرتك يعني تضيفيه شوية شوية المي عشان تشوفين وين بحت خلص تحطيه على بشرتك هيك تخليه بقطنة اذا بشرتك ما قامت تنغز او هيك تسويلك هيك زي النقزات هاي هيك اوكي كتير كويس الليمون او البرتقال للبشرة بس انتو حتى البشرة الحساسة تقدر تدريجيا يعني ما قلت لكم مثلا تحطين ملعقة والزيد المي شوية شوية لازم تقاودي بشرتك شوية شوية يعني انا زمان ما كنت تقدر استعمل العسل زي ما قلت لكم شوية شوية قدرت استعمل العسل كنت تحطيه بجرعات قليلة على بشرتي كتير حلو حبايبي للبشرة طيب اليوم ان شاء الله رح اسويكم وصفتين يعني الوصفتين ان شاء الله اتنال رضاتكم الوصفتين هي عبارة عن شو رح نستعمل زي ما انتو شايفين هذا حبايبي اللبن الثقيل هايو ها هذا شو رح نسوي حبايبي هاي الوصفة كتير حلوة بتقدر تستعملها البشرة الدهنية تقدر تستعملها البشرة الجافة تقدر تستعملها اي بشرة هيك رح تاخذين ملعقة صغيرة جدا زي ما انتو شايفين هذا طبعا بالنسبة للخوات اللي ماعدهم اللبن اللي هيك جامدة وانا بالفيديو السابق هما حكيتكم يا شو رح تسوون شوفوا هاي اللبنة هيك جاه تاخذين ملعقة اكل من اللبن العادي اليوغورت تاخذين نصف الملعقة او ملعقة صغيرة جدا من النشا واخلطي اللبن مع النشا هيك خلطيه مع بعض الحد ما يتماسك هيك معاك اللبن مع النشا طيب شو رح نخلي هسا معا رح نخلي معا شغلة كلش سهلة عشان اعرضيكم انا ماسكين لانها هي بنفس الوقت رح تاخذون الشاي الاخضر رح ناخذ ملعقة صغيرة من الشاي الاخضر زين ملعقة صغيرة من الشاي الاخضر معناتها مع ملعقة كبيرة من اللبن ما لكم دخل انتو بالكمية اللي انا سويتها وتسيبوها هيك تخلطوها مع بعض ما رح نستعملها مباشرة على البشرة الا هيك بدنا اياها كلش يتجانس مع بعض رح انسيبه تقريبا قديش انسيبه تقريبا هيك 3-4 دقايق طيب او 5 دقايق حتى لو خلطوها 10 دقايق ما مشكلة بس شوفو شون تقول الشاي الاخضر جانس مع اللبن بعد فترة عشان هيك يترنح نقول يصير اخضر ورطب لانه هو ناشف بعدها مباشرة شور حسعوني تاخذيه على بشرة نظيفة اكيد نظيفة 100% تاخذيه هيك وتحطيه على البشرة بالكامل هيك على بشرة بالكامل وتظلين لانه هو بيه زي الحبيبات ورح تظلين هيك تدلكين فيه على كافك تظلي دلكي شوي 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 تدلك على بشرتك كأنك قاعد تسويين تقشير للبشرة دلكي البشرة بالكامل وبعديها بعد ما هيك سراح يعني لانه حيروح تاخذين طبقة كلش خفيفة وتحطيها هيك والسي بي السي بي الحد ما ينشاف بس ينشاف شو بتسويين مباشرة بعد ما نشاف انتي تغسلين وجهك طيب غسلتي وجهك وخلصتي شو رح تستعملين رح نستعمل هسا الوصفة اللي رح حكيكم وصفة كتير حلوة وسهلة رح نستعمل حبايبي بعد ما غسلنا وجهنا مباشرة بعد هذا اللبن اذا ما عندكم اللبن الجامدة رح تستعملون زي ما قلت بكم ملعقة من اللبن العادي مع ملعقة نشاف تخلطوه مع بعض وتستعملوه بعدين تحطون الشاي الاخضر وتستعملوه على بشرتكم كتير حلوة زي هاي الوصفة كتير حلوة اللي ما عند الشاي الاخضر تقدر تحط النعنع الناشف كمان كتير حلو ما عندك النعنع الناشف تقدرين تحطين الباب النج اطحنيه كتير قوي طيب وخليه مع هاي الوصفة فضيعة للبشرة تغذية عميقة للبشرة احنا ما بتنا احنا سبقوا قلت لكم التجاعيد تجي من عدم تغذية البشرة التجاعيد ولا ممكن تجعل البشرة اذا مو سهر قلة النوم السهر التعب الحالة النفسية والاقتقدم بالعمر اكيد وبنفس الوقت حبايبي عدم الاهتمام بالبشرة طيب هون كيف رح نستعملها رح ناخد حبايبي كيف رح تستعملوه تاخدوني نقول ملعقة كبيرة جدا من الزيت الزيتون طيب ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون وشو رح نخلي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون حبايبي بالنسبة للبشرة الدهنية رح تحط معاها ملعقة اكل ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بالنسبة للبشرة الدهنية راح تخلي ملعقة كبيرة من الليمون وتخلطي انا ما راح احط حباي بي وتخلطي كل هيك مع بعض الليمون مع الزيت الزيتون تخلطي راح تحسين شوية لونة ثقل وتغير بعدها شو جد قليل انا سويت بعدها تاخلي وسوي هيك وتمشي على كل بشرتك اكيد طبعا يكون بشرة نظيفة مشي على كل بشرتك ونامي زين اللي ما حبت زيت الزيتون وانتي ابدا ما حبت زيت الزيتون تقدرين تستعملين جوز الهند جوز الهند كمان مع الليمون كتير كويس بالنسبة للبشرة الدهنية الجافة تحط تقدرين كمان تقدرين تحطين البرتقال او الكرامنتينا او الليمون بس تحطين ملعقة وسط وتخلطي مع زيت الزيتون وتخليه بالنسبة للبشرة المختلطة حبايبي تقدرين تحطين مثلا ملعقة ملعقة وسط من المي ملعقة وسط من الليمون ما قادرين على الليمون تقدرين تحطين البرتقال للحالة اذا بشرتك متعودة وخلطي هيك مع بعض زي ما قاعدة بحكيلك وشو بعدها تاخذين هيك وتمشي طبعا مع الليمون حتقولولي شو نستفاد احنا من هاي الشغلة انتوا جربوها رح تشوفون فيها فائدة فضيعة جدا للبشرة منها اول اشي بتشد التجائيد حول العين حول التوم بين الحاجبين وصفة كتير حلوة لو حبيتي تعملين تدليك البشرتك فضيعة جدا للتدليق فضيعة فضيعة جدا للتدليق اذا حبيتي تدلكين بشرتك وصفة بنفس الوقت تشد المسام بزيد التجائيد بتغذي البشرة الليمون في تانين سيم مع زيت الزيتون الاصلي البكر يلحب دور مو طبيعي على البشرة اتمنى انكم تجربوها ورح تشوفوا انتوا بعينكم بعد ما تغسلين بشرتك انو الاختلاف كامل يعني خلال اسبوع هالوصفتين لو سويتين رح تلقين اختلاف كامل للبشرة اتمنى حبايبي انو هذا الفيديو نال رضا الجميع واتمنى منعكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك ودائما حبايبي فقلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد ومعس